السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اشتركوا في القناة ان شاء الله نشرح مع بعض محاضرة الومنهيلس محاضرة بقى بتتكلم عن الامراض المتعلقة بين النساء سوف ندرس مثلا السيستايتس التعبات المساعدة بولية بمس الحالات التي لديها علاقة بالبريجنانسي سوف ندرسها اول حاجة هندرسها وهي السيستايتس اللي هي التعبات المساعدة البولية urinary tract infection السيستايتس دي معناها ايه حصل في البلدر واليوريسر تمام طب ليه دي ايه معظم ازبابها بيقولك حصل ودي بتيجي في نص الحالات تمام كده قال لك بص ان حصل البكتيريا وخصوصا لشيريشي كولوين انتقلت من البرينيوم او الانس وبعدين راح تبقى البلدر عن طريق يوريتر اللي هو الحالب فقال لك ان الحالب عند الستات كان يبقى طوله ثلاثة سنتي صغير جدا الدكتور قالت بيبقى طوله من حوالي ثلاثة خمسة سنتي عكس الرجالة بيبقى طوله من عشرة خمسة سنتي عشان كان الدكتور قالت بيبقى مور كومن في الستات تمام فبيضر على طول الانفكشن بيقولك ان كلمة ابديماليولوجي السيستايتس دي فيروكومن وومن بيحصل اثنين مليون اصابة في السنة وبيقولك اقل حالة خمسة في المية من الستات جت لها التك حتى لو مرة واحدة بيقولك بقى في حاجات زي السيستايتس زي الحاجة اسمها يوريسرال سندروم دي بتظهر من 20-30 في المية من الادلت وومن ده بيبقى مثلا اسبابها فانكيشنال سايكوجينيك نفسية مثلا حالة فانكيشنال كده تمام بتبقى هي شبه الاعراب بتاعت السيستايتس اللي بتبقى عن طريق الانفكشن احنا طبعا احنا قلنا ايه السيستايتس تبقى انكمال ان يونج مين تمام احنا اسا ايلانها ليه احنا قلنا بسبب ايه ان يوريسرا بيينج لونجر احنا قلنا من 10-15 سنتي وكمان الرجالة عندها بورستاتا طب البورستاتا ايه دي ازاي بتمنع السيستايتس لكن هي بتفرز حين اسمها بورستاتيك فليود البورستاتيك فليود ده عنده انتي باكتيريال بورباريتس تمام فبيقت الباكتيريا ايه ايه بالنسبة يظهر باكتيري ايه او الناس عندها لقد هتلاقي تيومر في البلاثر بلاثر نيو بلاز وطبع السيستايفس قليل ما بتظهر انكمان في شلدرين طب ايه الاعراض التعبات المساجدين بتبع ايه؟ حكا اتشينج بريكينج سنسيشن الدكتور قالي بتعبير كده اللي هو ايه؟ ألم احساس بالواغز تمام؟ حير كده شكتك او كده بيبقى واجع يعني جامد في ريكوان تزير يورينيت طبع فين؟ بيبقى عايز كتير تروح الحمام وكمان حتى المبلاغ الحمام بتعمل في يدرب نقط نقط صغيرة تمام؟ وكد تبقى بنفض دي سيوريا ما بتعباش الحمام اهو بيرنينج بيحسب حرقان لما بيحصل ايه؟ حمام تمام؟ وكمان الريحة اليورين بيبقى دارك اسود كده اللي هو بيبقى عقارة وكمان ريحة وحشة اهو ريحة السمك كده فيشي ممكن يحصل فيبر ممكن يحصل بين والبين دي سمع في الظهر عادي في بقى حاجات يعني حاجات زي السيستايتس حاجة زي كده يعني اول حاجة بيقول لك بيليونيفرايتس بيليونيفرايتس يبقى ايه التهاب في الكلية؟ فقال لك تبقى حصل انفكشن في الأبر يورينيفرايتس ده بقى حصل ايه؟ انفكشن في اليوريتر اللي هو الحالب والكني تمام كده؟ والبين بيبقى في اللوينبين يعني ايه اللوينبين؟ عارف انت الكيلة مثلا ما كان هنا وليكم في الابدومينبين ده اعتبر مثلا ابدومينبين والكيلة في الجنب بقى الحتة المقابلة الكيلة للظهر بقى اعتبا انت هذا الظهر هو اللوينبين ده بقى يبقى واجعة في الظهر ابوث انذاباك ابوث زاليف الاوب ذاكني اللي هو يبقى في مستوى الكيلة الظهر اللي في مستوى الكيلة ده اللي هو علاقة بيليونيفرايتس بيقول لك بقى ايه بقى فيه حاجة زي السيكشي والترانسيميت الديزيز ودي اللي بيعملها اللي هي الكالاميديا والجنوعية تمام بس ده بيقول لك ايه بقى ان ده عبالما مرض بيضر مري سلولي وكمان بيبقى دايم كده بيريزيست عن السيستايدس وممكن كما احنا قلنا الكالاميديا والجنوعية دي اصلا بكتيريا فممكن يحصل بص في يورنت صديد وكمان بيبقى كلاودلي وكمان الريحة رحشة في السميلينج تمام كده ممكن بردو تبقى عدوى مثلا تبع البراسايت انفكشن زي اللي بتعملها الشي السيسومة والبلهاريسيا وده خصوصا في الميدل است والنورس افريكا في حاجات باري لا علاقة بالاستورجين ديفيشانسي ان بوستن نبوذة الوامن قال لك ان الاستورجين ده اصلا حدوته ان هو بيعمل سيكنج بيضخن كده الانتوميتريال بطمت الرحم وكده تمام فهو لما يحصل استورجين ديفيشانسي سيحصل سيننج يعني ايه هيبقى الخشاء ده يبقى خفيف فممكن بقى اي حاجة كده تخبط فيه يحصل لها ارتاشن هيحصل لقدر الناتروما يحصل سيستايتس لا سيستايتس لا يكسميته تمام حاجات شابه سيستايتس يعني طب علاجه ايه احنا قلنا استورجين ديفيشانسي يبقى احنا هنقدله استورجين من ببقى ليه هرمون ريبلسمنت او حاجات توبيكال استورجين تمام او بردو بيقولك ان اللي هو الانتر كورس اللي هو يعني ايه عشان مصطح ده يجلنك كنشوها اللي هو ايه كذا مره اللي هو الجماع يعني فيقولك لو الانم بيحصل بسبب الانتر كورس فهندي حاجات كده ايه لوبريكانت كده فاجأنا مرتبة تمام فاجأنا لوبريكانت فيه ايه ايه كمان بقى اللي هو الهانيمون اللي هو شهر العسل اقبلنا كده مدلا ما احنا هايه شهر المتحنات تمام ايه بردو بيقولك ان هو الهانيمون بسبب ايه حصل انكريس في السيكشوال اكتيفتي حصل استيستايتس او حصل كوندكت ترمتايتس اللي ها التعبات في الجلد تمام ايه تمام في المكان ده بسبب ايه ان السيكشوال مثلا بتحط حاجات فاجأنا دي اودرانت والحاجات دي اصلا بتبقى فيها كيميكال فهتحصل ايريتشن ودرمتايتس والكلام لك كله طب امتى نعمل بقى ريفير قالك والله في الكل الرجالة البرجنانت وومن تشيلدرين لو حصل دم بس ده دمشدل حصل او حصل فاجأنا شارج اللي هو ايه افرازات يعني طبع الميبل لانه ممكن تبقى ايه ممكن تكون فانجل او باكتيريال او اللون بين اللي احنا قلنا بوليون فريتس دي ما بنتعملش معاها او الفيفر حصل فيفر او الاعراض قاعد يتفكر من يومين او كل شوية تيجي الاعراض دي طب ايه هو العلاج اول حاجة عندنا وديه بالعالجة بطوسي ويقالت بكتيريا لابوم بتاعب اول حاجة كده شوية حاجات بنعملها نخلي المريض يشرب مياه كتير ليه بيشرب مياه كتير لانه اصلا لما بنشرب مياه كتير ده بيخفف تمام فبالتالي هيقلل هيساعد ان الشخص يعمل حمام كتير فبالتالي هيطفد البكتيري هيعمل هيحصل ايه بقى لما نشرب مياه كتير ده اليوشن اليورين هيقل وهيحصل فلاشنج يعني الطرد للأورجانيزم اللي احنا قلناها اعطرين احنا نشرب اه كمان كده ممكن بقى ايه احنا قلنا فيه بين وكده فممكن يدي بعض سامول اي مسكن كده وكمان برضو ايه قلنا فيه فورفر الحاجات دي برضو بتقلل فورفر اه ممكن نعمل حاجة اسمها alkalization of the acidic urine تمام احنا قلنا ال acidic urine ده اصلا ده الي بيعمل الحوار فاحنا نعمل alkalization بقى عن طريق بقى اللي هو ايه اللي هي اسمها بوتاسيوم سيتريت حاجات كده حسا نقولها كمانش غريعة وبيقولك ال alkalization agent دي دي the only treatment available first status without basically يعني بتعمل ايه بتعمل neutralization اليورين اللي احنا هنا بتاع بيبقى سيتريت وده بيحصل sublite technique day course اه بيتخذ المدة يومين بتجيب ساكت شئ كده تجيب كيس تاخده ثلاث مرات بتحط بقى كوبات مية كام لكل يعني large class of water بيقولك خد بالك ان عندك حاجة زي البوتاسيوم سيتريت ده مثل سيتشا ده بيقولك ان هو انما وكل حاجة بس يعني طعمه مش مقبول يعني انما السوديوم بيكارجونات بيتخذ ثلاثة جرام كوبات مية كل ساعتين كده لحد ما الاعراض ايه تقل وكده اه الاعراض قعدت اكتر من يومين هنا ساعتها نعمل وفيش وقت احترق احنا قلنا من الامثلة اللي هو السوديوم سيتريت والتهم ده طبعا السوديوم يعني ايه هيعمل تاخد بالك الناس اللي عندها ضغط لانه بيعلي الضغط او الناس اللي عندها ديابيتس او رينال فانكشان البيرض الرينال فانكشان او البرجنانسي حد يخد بالك من السوديوم والحالات برضو تاخد بالك برضو ان ان الحالات دي برضو لو مريض بياخد اللي سيوم مخصوصا لليها بايبولر والحالات دي بريشان اللي سيوم فعاليته بتقلي لما يتدخد سوديوم لانه ممكن يحصل والكلام ده كله اخد بالك برضو ان بالك ان الجانب احنا قلنا انه مخصوصا للي فيه بوتاسيوم سيتيت والكلام ده كله فده بوتاسيوم سيدود نسبة البوتاسيوم وفرد واحد بياخد حاجات مثلا تيدي اللذي هو الرقمي باستطاع التالع بيسكريبشان تستخدم لتعلق بيسكريبشان ورقمات بأسحوال الاسبيرين والاكتون ومعالّة الأسيائيات هي الاسيين هي انjawار تمام؟ ومعالها الأسياء في الناس هير هوارت أو كيمني بيديز نحن نعطيع الريسيائيات التي نعطيها بيسكريبشان ضحل تابعة الأسياء هناك تطبيعها المكانية باستطاع التالع بيوم تمام؟ تطبيع الحياء تطبيع حيان بيقول لك عادي ممكن تعمل معادة ايه بقى خد بالك بيقول لك تحول لبقى يعني تمام في بقى شوية كده حاجات زي ايه نصايح كده عشان تقلل الاتهك وكده بيقول لك كلام كده بيقول لك لما يعني تعمل حمام وكده بعد ما تخلص تمام استنى كده عشرين ثانية تمام عبال ما البلدر تحس انها فاضية خالص وبعد ما تبقى في طبدة خالص اهو عشرين ثانية اعمل كده تمام اعصر وكده حد ما تجيب اخر النقطة مهم بيقول لك بيقول لك اه اه او لما يعني ايه خش الحمام كل ثلاث ساعات كده تمام ما تستنعاش ما تتزنق اه بيقول لك اه ايه تاني معنى الكلام ده يعني اهتم بالنظافة وكده اه تمام كده لان احنا قلنا بتنتقل عطل البكتيريا والكلام ده كله واخد بالك برضو اهتم بالنظافة لو حصل الانتر فورس وكده كله قررهم يعني هتفعهموهم يعني ماشته اه وبرضو احنا قلنا لو حصل انتر فورس بنعمل ناخد لبركان تمام كده وبعدين اه خل بالك بقى من الحاجات اللي ايه الويبقى ايه بقى الحاجات الديقة و الحاجات اللي بتعمل ايه ايه وكده كله تمام اهه وبرضو الملابس بص كلها حاجات كده ايه بداية كده تمام اخد بالك من الحاجات الفجينا بدي اودرانس الحاجات اللي هي فيها الكيميكال وكده وقال للقافي طب احنا عافين للقافي بيتخلي القهوة الحاجات دي بتخلي الشخص ينحن كتير او الالكوحوليك والكام ده الحاجات دي بتعمل ارتاشا وممكن تنصح الشخص ياخد كمان بيري كمان بيري ده اللي هو التوتل باري تمام بيتخل الكبروفلاكتك اللي هي 300 ملي في اليوم وهو دي حاجة حلوة في القوم الحاجة المهمة والتاني حاجة بقى في الامراض وهي الدسمينورية اللي هي البرئيود بين تمام عندنا نوعين منه اللي هي برايماري دسمينورية اللي هي البيدي تمام وي السكندري البرئيماري ده بيقولك انه بيبقى بينفول من الترويشن بس ده بقى ما بيحصلش حاجة في البليفك اللي هي الحور تقريبا يعني ده بيحصل امتى بعد سنة او بعد اللي هو من الراج ده اللي هو بعد الخريست بيريود يعني وبيقولك ده بيحصل البرئيمار ده من اخد بالك من 15 إلى 25 سنة تمام كده وبعد كده ايه بيقل بالعمر يعني اخد بالك بيحصل من 15 إلى 25 سنة وهنا بنوصف حاجات اوتو سي عادي انما السكندري بده بيبقى بيحصل بيحصل بانفول من السيرويشن مع بليفك على الحاجات في الحضو هنا بقى ايه بقى هو بيظهر اكتر بعد 25 سنة يبقى هو القومل 25 سنة من القومل قبل 25 سنة لل 15 سنة اللي هو البرائمار هنا بقى ساعتها بنعمل ريفير عكس التهاني كنا بنعمل حاجات اوتو سي عادي ايه هي الاسباب البرائماري اللي هو ده اول حاجة بيقولك ايه هذا البرائماري حصل عن طريق انه حصل افر بروداكشن للبروستا جلندين بروستا جلندين ده بيعمل كنتراكشن تمام وكده فالكنتراكشن ده اصلا بيحصل بسبب ان اصلا بصوا يعني ايه هو اصلا بيحصل البرائماري بتحصل ايه بسبب ان عملية اللي هو ايه بقى الابيولايشن والكلام ده كله والمفروض بوالدة تتخصى فهي ما تخصبتش تمام فبالتالي المفروض بقى الانفيرتاليز يعني محصلتاش فمفروض تتطورت ايه بتتطورت ازاي عن طريق ان الجسم بيانتك اا بروستا جلندين بروستا جلندين بيعمل كنتراكشن للانتومترا بيانتر رحم فبتطورت الفروض تصير تمام فهو يبقى هيا هو حصل ايه بعد الاندومترات او مثلا حصل الاندومترا بتزيد المصل بتاعك لما يحصل ايه بروستا جلندين حاجة بدهية او مثلا حصل اسكميا تمام اللي هو حصل لما احنا قلنا ايه وما يحصل هناك دما بيوصل في حصل اسكميا اللي هو حصل الانطلع فحصل بقى بقى باين ويطلعي الأنجينا وكريم باين وكلا سيكون له أو حصل فهو زي بروستاك لندب بيعمل فاظل كونتراكشن والكاملة لكل عام اللي بدي ما يوليش بقى بيقولك ايه ان اه ان هو البرماري ديس من الرئيه ده بيحصل ايانج وومن من خمسة واربعين خاصة تستمفذ ما منهم وخمسة وخمسة لعشرين في المئة بيحصل لهم اللغة ايه بيأثر على الاكتيفتي يعني فيه ناس ايه اللهم بيحصل لهم عادي ممكن تقوم بالشغل بالشغل مثلا حاجات في البيت كده لا هنا بقى بيحصل ايه الاكتيفتي بتقلم وبتقدرش يتعمل حاجة السيميتوم السيميتوم بيبقى بيحصل كرامبين مغرس كده بيحصل قلم زي الليبور لايك بين قلم زي الولادة انما كان فيه اللوين بين اللي هي ايه البولي نفرايتس فاكمانها تمام كده اه ممكن بقى يحصل ايه بقى الالم بيكون ايه انسيت شورتلي افتر ايه من 6 شهور بيقول لك ان الالم ده بيظهر قبل اللي هو المينيت سيروشن قبل البيت بيكان بقى من ثاني واربين ساعة اتنى واربين ساعة اللي هو يملي ثلاثة كده تمام وبعد يعني اللي بيبقى بفور وافتر وبيحصل فين في اللور ابدو من البين والبك وممكن يوصل للبك الظاهر والصلي اللي هو الفارق اه وبرضو ايه ممكن يحصل حيات فى البليفك طبعا احنا قلنا فيه برايما وسكنت سكنت سكنت هو العلاقة بالبليفك ممكن ما يحصل نهوجة فورمتنج فاتيج هاتيج كونيسيبايشن ديز نيس الكلام اللي هو العبيد ده في بقى شوائد كده ايه جدول يعني الدكتورية قادته اللي هو فينا اهو اللي هو الفارق بين الثانية مش شاكل بتاعي المهم رب يكون متشايف البرامير بيقول لك ان ده بيحصل احنا هون ايه من 15 إلى 25 سنة اللي هو قلل من 25 سنة انما الساكانري من 25 إلى 30 سنة البين هنا بيبقى وكوليكي شبه المغرص بتاع البين المغرص الكلوي ويكون في اللور اب دومين وممكن يسمع في الباك والليج والصاي والكاملة كله انما هناك بقى الساكانري لا بيبقى دول دول ده اللي هو يعني تقدر تستحمله ويسيب البين كله البين كله وعكسا التاني كانت اللور اب دومين ده بيقى من يوم يومين قبل وبعد البليدن اللي هو اللي اسناعي الدورة انما الساكانري لا بمكن بيقى ايام بعد البليدنج عائلي وبعد وبعد تمام يبقى بيحصل بيحصل بيقولك ده بيقولك بيحصل قبل الثاني بيحصل بعد الثاني بيحصل بعد الوقتها اللي هو الافرازات البرامر فيه الفرازات السيمتون بقى هنا بقى ايه كلها ايه اعتبار الواحدة كده شوية اللي هو نوزير فومنتينج كونستيباشن فاتيج والكلام ده كله هنا بقى ايه بقى اما اجب ان اتركز هنا ايه بيحصل ايه منوريجيا ده يعني حصل هيفي بيريود شديدة او ديس الكلام باهد كده ديس باريني ده حصل اللي هو ايه بيحصل بينبول انتر كورس تمام بيحصل بين اثناء الانتر كورس اللي هو في السكندر تمام كده في بقى حاجات بقى ديفرانشيل ديجنوزيس دي السكندر ديس منوريج ديس منوريج ديس منوريج ديس منوريج ديس منوريج بطانة بطانة المهاجرة ديس منوريج بطانة 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 الرحم المهاجرة ايه ديس منوريج هتواجر ايه ديس منوريج والكلام ده كله وتدخل ويحصل شيدنج و بليدنج والكلام ده كله يعمل سبير بين ليه بقى لانه يحصل ضعف الاعراض اللي احنا قلنا على هدي يبقى انت تتعرف ايه اللي هدي المص لالس دي ليه لانه حصل الانترومتريال تيشو دي راحت للحركة زي الابدومن هاجرت للابدومنال او لها ايه يعني خارجت بره اليوترس اصلا وفحصل ايه بقى حصل تخضب بقى المكان اللي هياحت فيه وحصل بليدنج وشيدنج وده سبب سيفير بين ثاني حاجة وهي اللي هو الميتل شمارس اللي هو الميدل بين بي باسمه ميدل بين ده بيحصل ايه في بعض الوامن فمنتصف السايكل يعني منتصف السايكل اللي هو الدكتور قالت في يوم ال 14 كده لما يحصل وطبوت وكده ده المفروض النورمال ويكون الالم بيبقى ميد فيه ناس بقى ستة يعني بيبقى البن بي very severe تمام وبعدين ايه البتاع ده بيظهر في يوم ال 14 بعدين بقى يحصل بقى بيري منيستيروال وبعدين يحصل منيستيروال ليه الدورة بقى التبعالي تمام ثلاثة حاجة وهي ال PID اللي هو بيريك انفلوماتري ديزيز ده بيقولك بيبقى بيحصل بسبب الانفكشن في الفالوبيان تيوب تمام اللي هو الفالوبيان تيوب اللي هو قناة فالوب البن بيبقى سيفير ممكن يتبعه فيبر وافراضات بيقولك ان لو الاقيوت ده متعليك شي هيحصل كورونيك تمام حاجة ده هي بيقولك ايه بقى بعد سيبها اخذ بالك ايه بقى بيحصل في الكورونيك البن بيبقى ليس سيفير تمام لما يحصل من السيرواشن واخذ بالك برده هنا sexual intercourse بيبقى painful تمام بيقولك ده برده بيحصل بسبب الناس اللي بتركب لولا في ده برده بيحصل الحوار ده اللي هو الاكيوب باليفيك انفيكشن بيحصل بقى بقى disconfort وهي فيار بيريود تمام الهي فيار بيريود دي كنا قلناها برده بتحصل في secondary تمام قبل كده ماذا ماشطة اه يبقى انت وهنا الحالة دي طبعا هتعمل ريفير طبعا انت بس تعرف ان البي اي دي ده بيحصل بسبب لو لا بمسلا اه وبيحصل اكيوب وبعدين بيحصل كرينيك وبعدين ممكن يحصل فيبر وكلام ده كله كله ايه عادي كده في بقى رابع حاجة اللي هي الفايبر ايد اللي هو اما صلى على النبي ده هو الفايبر ايه مايو ماس ده اللي هو بيبقى اورام حميدة تمام؟ في اللي هي تبقى البنية يبقى بنيان تيومر او اورام حميدة ده بيحصل اكتر في سبتة فايبر ايه الاربعين سنة يقول لك عشين في المائة منهم بيبقى بدون سيمتم سيمتم لس سيمتم تمام؟ وفي ناس ايه بقى عادي ممكن يحصل له سيبير بين ما يحصل من السيرواشن او يحصل لهم هيفي من السيروال بليدينج بردو زي البوء بس بيقول لك ده بقى بيعتمد على الاستروجين تمام وحنا عرفين ان البوست من الوزة الليله ما بفلر اتسني جأس وكده فاستروجين بيقل فبتلع يحصل ايه بقى شيرينج شيرينج دا والافتر من بوز تمام هيحصل شيرينج لت يومر دا هو ورام حميد فهيحصل له شيرينج كده لانه بيعتمد على الاستروجين والاستروجين قال ايه بتابع نعمى بفير قالك الومن اللي اعلى من ثلاثين سنة لان احنا قلنا ايه برايمير من 15 إلى 25 والسكندري دي اسم النريا دي من 25 إلى 30 ففوق الثلاثين لأ ممكن يبقى كموش كده حصل بليدينج ابنورمال مش طبيعي والدنيا صعبة تمام ايه ابنورمال فجيناتشارج حصل ايه فرزاوك اه مش طبيعيه مصر عموما ايه الحاجات دي فهموها لان الحاجات دي هتجي ايه ام سي بيو فهيقول لك ايه اه الحاجات دي من تطلبها رفير اه معادة او مثلا ايه اول ابوف فانت ايه تقرح الجملة كده اوت لا كده الحاجة دي فعلا محتاجة محتاجة رفير فانتت تلاخذ بالك حصل ففر حصل بين احنا قلنا ايه ان المسلا حاجة البرماري اللي هو بتقض من يومين مثلا قبل البريود ويومين بعد طب ايه فبقى حصل عدد تمانيع بان ساعة لا يبقى انها تعمل ايه رفير البن بيسوق جدا بعد المنصيرواشن احنا قلنا فوق ايه ان المنصيرواشن وبعدها ايه بيبدأ يزيد تاني او يحصل او حصل متل شمرز ليه تمام او بديلين او البرماري اللي حصل تأخير لان ده ممكن لو لو حصل بين والبريود اتأخرت ده ممكن يبقى ابوبكي بيجنالي في لازم اتديتها otros Weltym ymen ويوفر او اول حاجزة بقى العلاجة انتمل في ايه ا palladium الرائد بقى على المسلا حاجزة ب ineا الو ايه هضا دو ايه فندي ايه analeslexic او الانالجزك كده او اسبيرن يببروفين ب nome من البرماري برطсыJohn d很多 طبعا نحنا عرفين الن alcyde مثل اصبارن و sapiens he-pr Syria دون نون استرائيلا انتفاواتر دراج بيقللوا البروستا جلندين طبعا احنا قلنا البروستا جلندين دي هي اصل اللي بتعمل كونتراكشن وهي عملت البين والحوارات دي كلها طبعا فدي ايه بيتقلل بروستا جلندين وهي بتبقى افكتر عن البروستا مول والاوبيويت انالجيزيك لانها يركز اكتر عن البروستا جلندين بيقولك البروستا مول بيستردم بس الميكانيزمي مش معروف اوي بس يعني ايه شغال في كانالجيزيك وانتيبيويتك انما كانتيفرامتري لا اوله لا يديك حالات بتاع توكس وفارما وميديسل وكده يعني فاول واحد اللي هو الاسبرين اه اسبرين ده ما متفضلوش لي لان طبعا الاسبرين ده بيعمل سايد افكتر كتير وكده تمام اللي هو بيعمل برو 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 ازمة اه بيعمل ارتكاريا بص انبيوديما بمواز الدانيا لاني بس ده اكتر يحب بيفشخ الدانيا اه عندك برضو ايه احنا قلنا الاطفال اللي قاله من 16 سنة ما يفعش ياخدوا اسبرين لان بيحصلهم حاجة اسمها ريي سندروم تمام وطبعا الدكتورة قالت في الحسة دي ان اصلا اللي هما فيه بنات يعني بيحصلهم ايه البرير دي من عمر 11-12 سنة فهيخد بالك ايه ها تبديها اسبرين عشان ريي سندروم تمام كده يعني البتاع دي بتبقى مميتة اصلا لو حصلت ويتبقى رير ثاني حاجة بقى هو الابرورفين الابرورفين اه اقل من الصيد افكت بتاع الاسبرين وكده تمام كده وبرده ما بيعملش ريكس اندروم والكلام لكله اه البارستامول البارستامول ايه طبعا ده احنا عرفين نواقا مدد الاتهابات تمام مسكن يعني بس اخد بالك النواق ايه بس مش عمل عمرتك كبد بيعابل هباته توكسيستي و بعدين بقى بدأ يقولك بها انه هو بيحصل له متابوليستي في الليورفر وبعدين يتحول يحصل له متابوليز اللي هو هاي اللي يبقى اكتب توكسيك انتر مينت وبعدين يرتبط يحصله يحصله بتوكسيكيشن اللي هو على طريقة ايه؟ يرتبط بالكلوتاسيون على طريقة كونجيوجيشن وبعدين بقي بقى لو حصل اوبردوس للبرسامول القلوتاسيون ده هيخلص فبالتالي هيحصل بقى ايه؟ التوكسيك والكهن ده كله ده معنى الكلام يعني فاخد بالك معريد الكبد ما بقى ايه لك ألتصييون كويس و ماقسمم بتاعك 4 جرام للأس الكبير تمام والأطفال اكثر من 11 سنة واخد بالك من الاوبردوس لو انت بتاخد بعض الـ الارث يوجد الارث فيه 650 مجرام وانت خدت مثلا اه 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 دوليبران، وإنت أخذت الكونجيستيل ده بتعته 4 أو 5 مرات في اليوم بنته كده ممكن تقطرت عن الارباع جبابا ونته مشوخي باك فإخطي البلد من الأدواء اللي هو الكلام ده كله حرفيان احنا عارفينه تمام بس أنا باقوله بقى إيه الشلطين الناس اللي عن الطعب دوليبانت مهم بعدين بقى في حالات بانية اللي هي انسلوري أنا الجسد زي ايه بقى نحب بقى المورفينات بقى معلّم ويقولك اوتوثيي مهم عندك الكودايين وتضيع هذا الكودايين ده بتبقى ناركوتيك أوبيويد تمام بيستخدم الحالة المايلد ومودرد برين الكودايين وتضيع هذا الكودايين المايلد ومودرد برين بيشتغل طبعا الميكاسب بتاعنا عارفينه بيشتغلها أوبيويد رسيبتور اللي مقودة في البرين في بيعمل أنالجيسيا والكلام لكله وطبعا السايد الفيك بتاعه بيعمل بقى إيه اليوفوريا بقى إحساس بكناب الكبات السعادة وينايم سيديشن وممكن يعمل البرين بس خد بالك احساس بإحساس بجرعات قليلة في اللوضوز بيعمل بس اخر كونسيبيشن ده اخر شيء عام بيخد بالك بقى في حاجات كده كمبينيشن زي الكودايين والبرستامول حاجاتي زي اللي على السربي اللي هو زي مثل بيبقى اسمه كو كودامول فاركز ركز عليها ممكن يقول لك الكو كودامول ده كومبينيشن بين مين من الأسبرين والأسبرين والكودايين يوجد قودة برين أطفل mob والكودة كوداين لدينا قودا مولا ونبغي براثامولا ليس مولا مع كوداين هل يوجد حياتك او كوداين مع البراسامول أو كوداين مع اببروفين او البراثامول مع الضحي هريدرو ولا كوداين وهنا أيضا هناك حيات كودايدرامول تابلت تحتوي على كمية كبيرة من الضحي هريدرو ولا كوداين عشان كده بتستخدم AutoC فهي أظل مش AutoC لا بـ O M قولي تمام يبدأ يدر الكوديين في الـ AirDose اللي هو كو يعني هو ممكن يقول لك كو دا يرودرامول ده AutoC لا مش AutoC هو بـ O M تمام خذ بلقبها ممكن تدي كفايين مثلا تمام آآ كفايين تمام لأنه بيعمل طبعا نحنعرفين ايه بنادول الكيستر على الحد كلها من دول الكفايين لأنه بيعمل بيزبط الـ Absorption بتاع الجيسك وبيزود الـ Action وكلام دا كله وكمان بيشغل على الـ CNS على الـ CNS بيعمل Simulation وممكن يعالج الـ Depression لأنه طبعا الـ Mysteration بيحصل الـ Depression وكلا بيزبط الدنيا وكلا يعني بس خذ بالك أن الكفايين بيعمل له Habit Forming يعني ممكن الناس بتتعود عليه آآ تمام وخذ بالك بيعمل برضا حاجاتي وكلا وكلا وخذ بالك أن ممكن يحصل Wooddrawal يعني الناس اللي بتاخد قهوة تمام لما تيجي ببطلها تبقى ايه بيجي لعصداع فبيحصل Large Dose أو لما تيجي بطلها بيحصل تمام حاجاتي تبقى 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 وكلا تبقى مصر بيحصل وكلا وكلا ممكن أيضا بيحصل وكلا وكلا في بقى حاجات كده في بقى شوية حاجات كده بيقول لك مثلا لو ممكن مثلا تقل الستة بتعمل كده تلاقي Warm Bass اللي هو حمام ماء ساخن كده على المنطقة على المضال تمام وكلا يعني ده بتعمل مساج كده وبتضبط الألم تمام وممكن بردو تخليها تعمل exercise معنى هي أصلا بتبقى تعبانك بس بس exercise ده أصلا حلواتها هنيها بتنتج endorphin 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 ده أصلا مسكن طبيعي بالكلر تبدي قوم بالكلر ده أصلا زي وبيريد وكده endorphin ده ولو بتشرف سجاير بقى بطلي بقى سجاير بطلي الكحول الكاملة كله كده خلقنا ايه ثاني معرض اخر بقى معرض بقى ثالث معرض اللي هو البي ام اس اللي هو البي من السيروال ده بيحصل الأعراض من يومين ل 14 يوم قبل لما يحصل من الترويشن تمام كده وبيخف بقى او لما يحصل من الترويشن الاعراض هنقول لها كمان شوية تمام بس تعرف ان الاسباب بتاعتها هي بس بيقول لك انها ممكن يكون له علاقة بالهرمونات وكده لانه وقال لك ان الحوار ما بيحصلش قبل البلوغ او اثناء الحمل او بعد المنغوز السيروال او او الوامن اللي ما عندهاش طبول وكده فده كده قالوا ان ده له علاقة بالهرمونات وخصوصا البرجيسترون تمام لانه ده بيحصل اصلا بعدها بيحصل أوفيوليجن تمام ايبدي المهيليجي بقى بيحصل ايه بقى الاعراض وكده يعني ايه خضائرية تمام اهم حاجة الاعراض بقى انت عندك فزيكال وبيهيفيور وموت الفيزيكال زي حصل مخصوصا في الانكل حصل واجع وكده واتش وهدك وبلودينج وجينويت وكده انما البيهيفيور حصل مشاكل في النوم مشاكل في الابطايت الشهية مشاكل في التركيز ودكريس انتريست مش مهتمة وكده وصوشال وردة جنبي انما الموت بقى مش اريتابلتي موت سوانج يعني الدنيا عن انكزايتي الدنيا مش تمام حصل وكده كله في بقى حاجة مهمة جدا وهي البي ام دي دي ايه البي ام دي دي لابري من السيروال دي سوردر ده بقى لما الدنيا بقى بتسوق خالص في الحالة البي ام اس ازاي لكن الاعراض دي قعدت اسبوع تمام قبل المنسترويشن لمدة يعني شهور عبل في اخر كم سنة كده في اخر سنة يعني افاهم قصدي يبقى قعدة خمس ايام تمام اكتر من خمس ايام اه خمس ايام او افاف قبل المنسترويشن في اخر سنة تمام لمدة شهور اه اه طبعا لما امتا تعمل فيه لما بيقول لك ما تيجي تعالج وكده وعادتها بتشرر ومحصلش اه 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 اتعالجت وكده طب ايه هو اصلا العلاج الاوتو سيه اللي هو بايو بايو دوكسين العلاج يعني بايو دوكسين اللي هو فيتامين بي 6 ده بيقول لك انك بايو بتاخد 100 ميلي جرام اه اه او اعلى تمام ده بيقول لك كويس وكده وكمام بيبوق بيزبط الديبريشن وكده اه ريكميندددووث بيقول لك 100-200 ميلي جرام في اليوم لمدة 3 ايام قبل قبل زور الاعراض ويبعد ويومين بعد until لحد ايه بقى يومين بعد المنسترويشن او بقى بيقول لك اصلا خد بقى جرع ليلة اليه 50-100 ميلي جرام في اليوم لمدة شهر تمام كده بس اخد بالك ان التوكسيس بتاعت فيتامين بي 6 انه ممكن يحصل بيرفران نيورباسي بيرفران نيورباسي اللي هو بقى ايه تنمين نيونة اه تنجلينج والكاملة كله اه بيقول لك ايه بقى زي اللي احنا قلنا ايه لو ما جابش 3 شهور ما خفش اعمل بقى ايه discontinuation ورفيل ممكن بقى حاجات بقى لها البريم روز اويل ده اللي هو زي اجلا بي روز بلوز و اللي فى بعدها حاجات gegangen年 بعدين بعنا الكلمة عن بамен ان سمتهم الكلام بتاع الفيرجنانسي قبل الحاجة كونساميشن ماذا كيف تتحدث كنساميشن هئيه ايه المنزل القدر الكلام الكلام فيكيف بيقول لك مثلا ايه اه ما بتاكلش فايبر اتكالنا كله تمام او بتاكل حديد لان طبعا الستة دي الحوامل دي بيبع عندها نمية فبالتالي بتاكل حديد فبيعمل كونسيباشن ما بتشربش كتوبة كويسة وكالنا كله عشان كلا انت مدي تعالجت الصحة بقى تاكل فروت وبيشتبوا الليل فايبر وتشرب مية والحوارد كلها تمام تاني حاجة لها الهوموريت الهوموريت دي بتاكل كونسيباشن بيعمل ايه هموريت كوصير تمام او مثلا حصل في البريجنت وكده بيحصل لها ريكسيشن في مصر تمام فايحصل ايه بقى سوالنج للفينت بص ما هو مش هيحصل امداد وكده فيحصل ايه سوالنج جاعد ايه تاني بيقول لك ايه بقى ممكن برده لما البيبي برده بيعد يضغط كده على البريجنت وكده فده بقى بيسوق الاعراض وكده بيقول لك بقى عشان كده لما تيجي تعالج الهوموريت لازم اهم حاجة افويت كونسيباشن امنع كونسيباشن هتقلل الهوموريت تمام كده فانت بقى يبقى التنصحة بقى ايه بسلا تعمل اكسرسايز لان اكسرسايز ده بيعالج كونسيباشن وبيزبط السيركوليشن تمام وبرده تخليها تتجنب انها تقف مدة طويلة يبقى الوقوف لمدة طويلة بيجيب ايه هموريت او دوالي برضه عادي ده بقى الهيدك بقى طبعا السيتات عطموا صدها وقتاخب بنادول وكده تمام ودات الحوامل فده كومان جدا بروبلم اه ده با انتصحها بايه ان هترتاح ويليكسيشن وتعمل اكسرسايز في نفس الوقت انت فاهم terrorist اللي هي المهم يعني هي تعمل اكسرسايز والرلكسيشن وانت بقى ريت اه فا اكتر حاجة مسكن في استخدام ماين لوالبانسا موت انا عارفة بيرن طبعا يضع حموضة وبتاع بقى سبب بقى ممكن نعكس من الاكل مثلا او حصل جيرد والكلام ده كله كمام كله وطبع الكلام ده احنا كله عارفينه اما عارفة بتاع فيه ان احنا بنعالج ازاي نخليها نرفع راسل سرير تمام او مثلا تشرب كوبات ميا كده لبن بزبط الدنيا وطبعا ان انت اسد خد بالك الحاجة اللي فيها السودين كونتينت فاكنين احنا اصلا فوق الناس السودين والحدي ممنع للهايبرتنشن وده بيتس والحوامل ليه؟ لان هيحصل بقى مشاكل السودين وكده والهايبرتنشن النوزياء فورمتنج طبعا الدول اللي هي مورنين سيكنس ده بيجي لها كتير اصلا الحوامل وخصوصا بيتكتب لهم ايه؟ لوها زي مواسل مورنجاج فورمبريك ورسين كده عبدالنوم طبعا عشان المورنين سيكنس ده وطبعا تتجنب اي فود او ريحة بتتسوق الاعراض يعني مثلا فيه ستاب بتشم مثلا ولكن السبق عايزة تتجنب بيقولك الجنجر ميبي الكفول وخد بالك النقيقي تاخد رحة الصبح يعني ما تلعطش تعمل ملوض الصبح عاطول او متسحة وتشرب ديرينج بلينت او في لويد وكده تمام اخر حاجة بقى لها الفجينال تستشارج اللي وبقى ده عاطول بتحصل تلوامل بريجنانسي عشان كده بتلاقي اصلا بيعاض ياخده مثلا سابوزيتري او كريم فجينال وكده الحاجة دي اصلا بتبقى انتي فانجل من عالة الازول تمام بيقولك اي بقى المفوض اصلا النورمال التزل تشارج دي بيكون كلير ويكون ويت ونن افنس يعني اللي ريحتها يعني ايه مش وحشة بس او لما يحصل التغيرات في كده يعني مثلا ريحة تبقى وحشة عن بلس اوضر والقلر يضغير والكلام ده كله ويحصل ارتشن ساعتها هتعمل رفير وهي اصلا تبقى متبعه على الدكتور عموما يعني ويبقى سبب الحوار ده الكومة الانفكشن بتبقى بسبب فانجل انفكشن عشان كده بتدقي فانجل انفكشن انتي فانجل زي عيلة الازول احمد رفل الله خلاصنا الوحضر دي تمام وعليش بلا ويتم بطيق بس عشان تعالش بلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة